يعمل البنك المركزي والحكومة على إنعاش الاقتصاد من خلال إجراءات تحفيزية وسياسات نقدية بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتقوم الحكومة بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق وجملة الإجراءات التحفيزية تزيد من الأموال المتاحة للمستهلك وبالتالي تنعكس تلقائيا على الإنفاق المملكة تشهد مع بداية العام الحالي حالة من الانكماش الاقتصادي مع تراجع القدرة الشرائية المواطنين والذي أدى إلى تقنين النمط الاستهلاكي والاكتفاء بالضروريات فقط دون الكماليات الحكومة تعتزم قريبا زيادة الضريبة على عدد من السلع والتي تستهلكها 90% من الطبقة الفقيرة الحكومة مطالبة بتطبيق مفهوم العدالة الضريبية ولكن الملاحظ أنها زادت الضرائب الغير مباشرة والتي تنهك الاقتصاد الوطني والتي من شأنها القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى وبنفس الوقت تنهك الطبقة الفقيرة في حين لم تتأثر الطبقة العليا المقتدرة ويرى خبراء الاقتصاد أن على الحكومة إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل والمبيعات يعتمد مبدأ التصاعدية بنسب عادلة ومعاقبة المتهربين وترسيق مفهوم إعادة توزيع الثروة واتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على الطبقة الوسطى ودعمها لما لها من دور في الحفاظ على توازن المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الأخلاقي ترجمة نانسي قنقر